أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهو يلعبون لا هي تنقلونهم وأسروا النجو والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول بالسماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أنقاف أحلام بل اتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما دعناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقته الوعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلنا المسركين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقضون لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أتربتم فيه ومساكنكم لعلك لتسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظلم فما زالت تلك دعوات حتى جعلهم حصيدا صامد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعب لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل لقضفوا بالحق على الباطن فيدمعه فإذا هو زهق ولكه الويل مما تصفون ولهما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستقبلون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهر لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لبسنتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعله مسهلون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم محرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا لوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانا بل عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن اتضاهم من خشيته مشفق ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد لهم وجعلنا فيها فجاجا سدلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفظا وهم عن آياتها مردون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهو خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشل والخير كتنى وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا أزواء أهذا الذي يضع آلاتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النر ولا عن ظهورهم ولا ينصر بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون ولقد استمزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ساقروا منهم ما كانوا به يستعزئون قل من يكلأهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرض أم لهم ألهتهم تمنعهم من دننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مننا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض لغطصها من أطرفها أفهو الغالبين قل إنما أنذركم بالرحمن ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسته النفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كن ظلمين ونضع الموازين القسطنية من قيامة فلا تظلم نفسهم شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا عاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقن وضياء وذكر المتقين الذين يخشر ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلنا فأنتم لولا ممكرا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكننا به علمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم لها عكف قالوا وجدنا آباءنا لأعبدين قال لقد كنتم أنتم ولا آباءكم قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلل مبين قالوا أدئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهدين وقت الله لأكيدن أصلمكم بعد أن تولوا مذبر فجعلهم جذاجا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتو به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا يوققوا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين ثم نكسوا على الرسل لقد علمتما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما ليأنفعتم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلوا قالوا حرقوا هو ووصلوا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلم على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأغسرين ونجيناه ونطر إلى الأرض التي بارنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل القرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ونطر أتيناه حكما وعما ونجيناه من القرية التي كانت عمل خبائف إنهم كانوا قوما سوء فاسقين وأدو صلىه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وناصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناه أجمعين وداودا وسليمان إذ يحكمان في الحلق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا لآتينا حكما وعلما وسحنا مع داودا جبالا واستبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة له سلك لتحسنكم من بأسكم فالأنتم شاكرون ولسليمان لحاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارقنا فيها وقلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يبوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوبا ابن ذا ربه أني مسا يضر وأن تأرحم الراحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة مننا وذكرى للعبدين وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصابرين وأدخله برحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إن ذهبوا غضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تغني فارضوا أن تخيط الوارث فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبرون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ، وإن له كاتبون، وحرم على قiasنا أهلahnها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدى ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصر الذين كفر يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصاب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة موردونها وكل فيها خالدون لهم فيها زفر وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعد لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلطف الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطط السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزمور من بعد الذكر أن الأرض يرفع عبادي صالح إن في هذا لبلاغا لقوم عبدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إليه أدنما إلهكم إله واحدة فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقرأ أنتم على سواء وإن أدري أقدم أم بعيد ما توعدون إنه يعلم جهر من القوم ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فثنة لكم ومتاع إلى حين قال ربي حقوا بالحق وربنا الرحمن استعنوا على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تقول ربكم إن زلزلة الساعة شيخ عظيم يوم ترونها تتغلق المردعة الحم أرضعت وتضعق المذات حمل حملها وترونها سكرا وبهم سكرا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من جادر في الله بغير علم ويتبعكم شيطان مريد كتب عليه أنه ما تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من مطفة ثم من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة للبين لكم ونطر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتمتغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذر العمر كي لا يعلم من بعض علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء تزد وربت وأنبتت من كل زوج بئي ججج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتة وأنه على كل شيء قديم وأن الساعة لا تأتيت لا ريب فيها وأن الله يبعى سما في القبر ومن الناس من يجاد في الله بغير علم ولا ولده ولا كتاب منر ثاني عطفه ليضل عز سبيل الله له في الدنيا خذيه ونولقه يوم القيامة عذاب الحليقة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ذلك بما قدمت يتاك وألم الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يأذر الله على حق فإن أصابه خير نطمأ النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فسر الدنيا والآخرة ذلك هو القصران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلام البعيد يدعو لما وضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جدنات تجري تحتها الأنهر إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن يغسر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليغضر ألغب أن كيفهما يغضر وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يغضي من يريد إن الذين آمنوا والذين أهوا الصابقين والنصر والمجمس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله أعلى كل شيء شهد ألم تر أن الله يسجل له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النار وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لقصبان اختصبوا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم حياب من نر يصبوا من فوق الأوسيم الحميم يصعروا بهما في بطولهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يفضلوا منها من ظم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري تحتها يحلون فيها من أساو ومن ذهب ولؤلؤ ودباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القاد وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والبادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من نذقه ومن عذاب أليم وإذ ذوأني برأي مكان البيت ألا تشرف بي شيء وطهر بيتي للقائفين والقائمين والمقع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طاب ليأتين من كل فرد عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم من بهيمة الأنعم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقطع تفذهم وليفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعدم حربات الله فهو خير له عند ربي وأوحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماه فتخطفوا الطير أو تولي به الرح في مكانهم سحيق ذلك ومن يعدم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل إن سمنتون بعدها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعل من سكل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلاه أسلم وبشر مخبت الذين إذا ذكر الله وجلت قدوبهم الصابرين على ما أصابهم من مطيم الصلاة ومما رزقناه ينفق والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعوا قانعا والمعتقر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن يلال الله لحوبها ولا دماؤها ولكن ينفقوا منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على مادكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عنه الذين آمنوا إن الله لا يعبكم لخواني كفر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدر الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقوموا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لذب الصوامع وبيعوا صلاوة ومساجد الكرف في اسم الله كفر ولينصر أن الله من ينصر إن الله لقبي عزيز الذين إن مكنناهم في الأرض أقابوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الانكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبك فقد كذبت قبله قوم نوح وعد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكل بموسى فأمليتم الكافرين ثم أخلتم فكيف كان نكر فكأي من قرية أهلكنها وهي ظالمة فهي خابية على عوشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها قل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعدلونك بالعذاب وليل يخلف الله وعد وإن يوما عند ربك كألخزنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وإن ظالمة ثم أخلقها إليا وإلي المصر قل يا أيها الأناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا عن الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يوقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يوقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليرلم الذين هو العلم أنه الحق من ربك فيقنوا به فتثبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريتهم وحتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عطيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جدنة النعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنكم مدخلا يردد وإن الله عليم حليم ذلك ومن عطب بمثل ما عطب بيث مبغي عليه ليأصرنه الله إن الله العفو من غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهر ويولج النهر في الليل وأن الله سمع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلم الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفا تصبح الأرض مخضر إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحبيد ألم تر أن الله سخر لكم في السماوات والأرض أن الله سخر لكم في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرغف رحيم وهو الذي أحيكم ثم يميتكم ثم يعيكم إن الإنسان لك كفر مبين لكل أمة جعل من سكن نسكه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل الله يحكم بينهم يوم القيامة في مكان فيه يخلق ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من بدون الله ما لم نزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصر وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في بيوه الذين كفروا المنكر يكادون يستون من الذين يدون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشرش من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها النسطن ومثلوا فاستمعوا لأ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا لأ وإن يسلقوا ذباب شيخ لا يستنقضوا منه ضعف الطالب والمطالوب ما قدر الله حتى قدر إن الله أقضي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وإن الله ترجعوا العمر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْدُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلْوا يَا أَسُولُوا شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا يَا أَعْلَمُوا الْنَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدق الله العظيم